وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية برئاسة معالي سيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تعويض القصابين المتضررين وبقيام الحكومة بدراسة أوضاعهم في الأسواق المركزية وفي ذات السياق تمت الموافقة على رفع المقترح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بمضاعفة مبلغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى الضعف حيث قرر أنواب رفع المقترحين بصفة الاستعجال إلى الحكومة الموقرة بعدها استعرض المجلس النيابي رسائل الحكومية الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة مميزات المتقاعدين وإدخال جميع المتقاعدين في قرار تخفيف الرسوم الحكومية بنسبة 50% دون تحديد سقف لعمر المتقاعدين وتوسيع شريحة الرسوم المنخفضة في الجهات الحكومية كما وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية لتكون خمسة دنانير لأول عشرة عمال لدى صاحب العمل وتم إحالته للحكومة كما تمت الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز تأهلي متخصص لأطفال التوحد إضافة إلى إنشاء مستشفى تأهيل عام وشامل إنشاء طبعا النواب اليوم فيه بأنهم قرروا أو وافقوا على الاقتراح برغبة بوجود مركز فعلا مهم مثل هذه المراكز البحرين فيه مركز للإصابات البليقة وهو مجمع السلمانية الطبي كذلك الدفاع ومستش ملك حمد ولكن السلمانية يمكن يأخذ جزء كبير منه الحكومة عندها خدمات كثيرة منتشرة في البحرين سواء في مجمع السلمانية أو في مركز صحي بالنسبة على التأهيل ولكن لما نتكلم عن مركز شامل يجمع جميع هذه التخصصات في مكان واحد بتأهيل أكبر مما هو موجود نحن نطلبه ونحط يدنا بيد النواب في موافقاتهم على هذا المشروع طبعا بالمقترح اللي قدموا النواب على أساس تأسيس أو إنشاء مركز متخصص لإضرابات التوحد طبعا نحن بس نأكد أن مملكة البحرين توليه تمام خاص بفئة داوة لعاقة ومملكة البحرين في سنة 2011 وقعت على اتفاقية دولية وملزمة بكثير من الإنجازات وعدات استراتيجية متكاملة تشمل جميع المحاورة وجميع احتياجات لعاقة بالنسبة للمراكز الموجودة طبعا هناك في 12 مركز أهلي مدعوم 84% من قبل الدولة دعما متكاملا فنيا وموديا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة